ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المواقع إلى أنه في حوالي الساعة السابعة مساء و37 دقيقة سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم رشتار بالضار البيضاء وأخرى في مراكش بقوة 3.6 وأكد بعض نشطاء الشبكة الاجتماعية أنهم شعروا بالهزة الأرضية في كل من جماعة وريغان وجماعة أداسيل وجماعة تمسلوحت وجماعة تفنغولت ومن جانبها أكد مدير معهد الجوفيزياء ناصر جبور في اتصال النهات في أن الأمر يتعلق بهزة واحدة بقوة 4.3 على سلم رشتار سجلت في حدود الساعة السابعة و37 دقيقة في جماعة سيدي وعزيز بإقليمات رودانت وتجهد العديد من المناطق ضواحم الراكش هزة ارتدادية بين الحين والآخر تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات على سلم رشتار منذ زلزال الثامن من شتنبر العنيف والذي بلغت قوته سبعة درجات وخلف آلاف الوفايات والإصابات